اهلا ميكم في هذه التخطيئة العجلة لويس عبدالفتاح السيسي استقبل النهاردة انا لينة بيربوك وزيرة الخارجية الالمانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان رئيس اكد خلال اللقاء اللي جمعوا بوزيرة الخارجية الالمانية حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراقة الاستراتيجية الممتدة مع المانيا واللي بتمثل ركيزة همة للحفاظ على الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط واعرب السيد الرئيس في هذا الاطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الالماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والامنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من جانبها رحبت وزيرة الخارجية الالمانية بزيارة الرئيس الى برلين واكدت انها ستساهم في دعم العلاقات او مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وايجابي خاصة في ظل التزام الحكومة الالمانية بتعزيز اطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات واشادت في هذا الصدد بجهود الرئيس لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها وعربت ايضا عن دعم بلادها المانيا لتلك الجهود المتحدث الرسمي قال كمان ان اللقاء شهد ايضا التباحث حول عدد من الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين مصر والمانيا خاصة تطورات الاوضاع في اوكرانيا وتدعيات تلك الاوضاع او تطورات تلك الاوضاع على الاقتصاد العالمي بشكل كامل الى جانب مستجدات جائحة كورونا اللي تشاهدت اخر التطورات طبعا وكلنا تبعناها مع المتحاول الجديد اللي بينتشر بشكل سريع في مناطق مختلفة من دول العالم وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد حوار بيترسبرج واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري الحوار كمان تطرق الى تطورات الاوضاع في شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن واكد الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد انه لا سبيل لتسوية تلك الازمات الا من كلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة اراضي الدول وسلامة مؤسستها الوطنية ومن ثم يوفر الاساس الامني اللازم لمكافحة التنظيمات الارهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالها الى دول اخرى بالمنطقة ومن جانبها اعرابة وزيرة الخارجية الالمانية عن تطلع بلادها لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الاوسط وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محطها الاقليمي منطقة الشرق الاوسط طبعا ومنطقة الدول العربية واشادت في هذا السياق بالجهود اللي بتبذلها مصر لدعم مساعد توصل الى حلول سياسية للازمات القائمة لكانت تفاصيل اللقاء اللي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الخارجية الالمانية مشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع كان معاكم احمد الجعفال اشتركوا في القناة